سائلة قلت وفي والدي منذ مدة ليست بالطويلة ووالدتي في فترة العدة ويتبلغ من العمر خمسة وسبعين سنة وهي تخرج يوميا لتذهب إلى المسجد لقراءة القرآن وحفظه وتعلم العلم وقد أخبرناها بعدم جواز ما تفعله لكنها مصر على إتمام حفظ القرآن ويجوز لها أن تحفظ في بيتها علما أنها تدخل يوميا عصرا فما حكم الشرع في هذا لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وهي معتدة إلا للضرورة الذهب إلى المسجد ليس من الضرورة حفظ القرآن في المسجد ليس من الضرورة ليجوز لها أن تحفظ في بيتها ولذلك ما هي الضرورة؟ العلاج من الضرورات ترح تعمر الماء من الضرورات قطعوا لها الكهرباء ترح تخلص من الضرورات طلبوا الرزق من الضرورات ولا ولا أمر في حي لا تأمنوا فيه على نفسها الحي هذاك فيه البندية والسراقين وضرابين الموس وإذا كانت لا تأمن على نفسها جاز لها أن تذهب إلى بيت أبيها أو أي بيت تأمن فيه على نفسها هذه ضرورة أما سيارة المقبرة ما هوش من الضرورة؟ العلس ما هوش من الضرورة؟ هذه تخرج للجامعة ليس من الضرورة سمعت يا الحاجة قعد في دارك هذا وحكم الشرع أما تقولي نحل الجامعة بش نتعلم العلم الله يهديك وش فايدة تعلم العلم وما تعمليش به؟ هكي عرفتي المعتدة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا للضرورة كالعلاج كالعلاج أما تحيل الجامعة لا يجوز لك قعد في دارك الحاجة قعد في دارك